أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدأ إجلاء طلبة فلسطينيين إلى غطاء غزة عفوا من الخرطوم عبر نقطة الحدود مع جمهورية مصر العربية هذا ومن المتوقع أن تصل بعد ساعات إلى مصر حافلات ثلاث حافلات تقل على متنها 130 طالبا يخفق قلبها خوفا في كل لحظة هذا حال أم أحمد عكاشا والدة بلال أحد طلبة الفلسطينيين المقيمين في السودان من أجل الدراسة لم يدر في خلد بلال ولولحظة بأن الحرب التي عاشها في غزة مرات ومرات ستلحق به هناك بلال واحد من 130 طالبا غزيا يحاولون منذ نشوب المواجهة العسكرية في السودان العودة إلى القطاع لمطلب لعائلة بلال وعائلات رفاقه سوى عودة أبنائهم سالمين وسط تضارب الأنباء عن أوضاعهم طلع من قبل خمس سنوات إلى السودان يدرس طب والحين هو الدرس الكلية وإن شاء الله بالنزاح أنه طلعوا من السودان كانوا بيعوا في البصات في الليل في الليل في البصات ولكن في الليل الطريق مش سالكه تموا قاعدين في البصات خلال إعداد هذا التقرير حاولنا الوصول لبلال الذي انقطع عنه الاتصال بعد بدء محاولة إجلائه ورفاقه إلى مصر أولا ثم إلى غزة يقول ذوه ومتابعون أن الطريق من السودان لمصر خطيرة بسبب المواجهات المستعرة في الخرطوم والمدن المحيطة بها وتستغرق الطريق نحو 17 ساعة السفر بسبب طول المسافة المقدرة بتسعمية كيلومتر من الخرطوم حتى منفذ أرقين الحدودي مع مصر الأوضاع في السودان هي أوضاع معسوية ونحن نتابع بقلق ما يجري في هذا البلد الآمن هذا البلد الذي نحبه فعلا لأنه كان بلد الأمن والأمان هذه رحلة لا شك بأنها رحلة صعبة وسط أجواء القضائف والرصاص وهذه الحرب المستعرة في السودان نحن نتمنى من الله عز وجل أن يصل طلبتنا إلى قطاع غزة بأمن وأمان لا هدف يدفع الغزيين للسفر إلى السودان سوى العلم أو العمل غير أن الهدف اليتيم في هذا الوقت لا يتجاوز وصولهم إلى بر الأمان يمر الوقت بطيئا على عائلات الغزيين العالقين وسط أزيز الرصاص في الخرطوم منتظرين عودتهم سالمين أو توقف الحرب التي بدأت للتو غز العلول رؤيا قطعوا غزة